أداة الموف تول وهي أول أداة من أدوات الفوتوشوب والتي سنتعرف عليها بهذا الفيديو من كرسي الفوتوشوب الاحترافي على قناة اليوتيوب وائل محمد جرافيك ديزاين هاي الأداة رغم بساطتها إلا أنك تتكرر معك بكل ثانية تشتغل فيها على التصميم اليوم رح نحكي عن أسرارها وأهم الخيارات اللي بتخلي شغلك أسرع وأدق وأكتر احترافية أداة الموف تول واختصارها حرف الفيم من الكيبورد وهي أول أداة من شريط أدوات الفوتوشوب مهمتها الأساسية هي تحريك العناصر داخل التصميم سواء كان صورة أو شكل أو نص أو شعر بتختار اللير أو الطبقة تبع العنصر وبتسحبه لأي مكان بالدكية وهلأ خلونا نحكي عن أسرار استخدام هاي الأداة وشو هو شريط الخصائص اللي فوق وكنا حكينا عنه بشكل مختصر بالفيديو السابق تبع شرح واجهة الفوتوشوب بعد ما نضغط على أداة الموف تول رح يظهر عنا شريط فوق فيه شوية خصائص مهمة لاستخدام هاي الأداة باحترافية أول شي عنا هو الأوتو سيلكت لنفترض عنا تصميم وعن نشتغل على عشرات العناصر من التصميم وعشرات العناصر يعني عنا طبقات أو ليرات كتير بالتصميم لما نفعل أوتو سيلكت بتصير بس تضغط على أي عنصر بالمشروع بيتحدد مباشرة من قائمة الطبقات وبتصير بتقدر تحرك العنصر بسهولة أو بتعمل فيه اللي بالدكية بدل ما تضيع وقتك ومجهودك وانت عم تدور على الطبقة طبع هذا العنصر بشكل يدوي بس فيه سلبية واحدة بهذا الخيار إذا فعلناه وهو إذا كنت عم تشتغل على تصميم طبقات كتير ومحدد على أداة الموف تول أي كبسة بالماوس بالغلط رح يتحدد على عنصر معين من التصميم وممكن يتحرك من غير ما تنتبه فالحل الأفضل أنه نطفي هذا الخيار وبس بدنا نحدد عنصر معين من التصميم مشان نحركه أو نستخدمه لأي غرض بنضغط على زر الكنترول بالكيبورد وكليك يسار بالماوس تلقائيا الفوتوشوب بيوقف وبيحدد طبقة هذا العنصر وهلأ بنجي على الخيار اللي بعده مباشرة هو خيار اللير أو الجروب هذا الخيار بتحدد عن طريقه إذا بدك الفوتوشوب بيحدد لك اللير لحالها أو المجموعة كاملة اللي فيها العناصر يعني مثلا عندنا طبقات كتير وهدول الطبقات حطينهم بجروب هل بدك لما تفعل خيار الـ Auto Select وتجي تحدد على العنصر معين هل بدك الفوتوشوب بيحدد لك ويختار لك الطبقة نفسها ولا يحدد لك على الجروب اللي فيه هاي الطبقة وصلت هلأ بنجي للخيار اللي بعده مباشرة إذا فعلنا هذا الخيار بيظهر حدود أو مربع تحديد على العنصر اللي واقف عليه بتقدر من خلال هذا المربع تكبر أو تصغر أو تدور العنصر من دون ما تروح على أداة التكبير والتصغير هذا الخيار تفعيله مفيد جدا إذا عم تشتغل على عمل بتحتاج تستخدم أداة التكبير والتصغير للعناصر باستمرار أما بالنسبة لهدول الأشكال اللي جانب بعض بيتفعلوا لما نحدد كذا طبقة عنصر مع بعض وبالمناسبة منحدد مجموعة طبقات مع بعضها عن طريق إنه نضغط على زر الـ Control من الكيبورد وكليك يسار بالماوس على كل طبقة بدنا نحددها بعد ما نحدد العناصر مع بعض بيصير بإمكان جمعهم مع بعض بشكل متساوي فوق بعض بشكل طولي بمنتصف التصميم أو بالعرض أو بالمحاذاة على اليسار أو على اليمين وإذا حابين ناخد الدائرة ونحطها بمنتصف التصميم من أسفل ونحن محددين على أداة الموف تول بنضغط Control زائد حرف A بالإنجليش منلاقي هدول الأشكال اللي فوق تفعلوا عنا بعدها منضغط على خيار المنتصف بعدها خيار الأسفل وهيك منكون حطينا الدائرة بمنتصف التصميم من أسفل يعني باختصار هدول الأدوات أو هدول الأشكال اللي فوق مهمتهم هي صنطرة أو محاذاة العناصر بمنتصف التصميم أو بأي اتجاه بدنا من التصميم وهيك منكون نتعلمنا كيف نستخدم أداة الموف تول باحترافية والفيديو الجاية رح نشرح أداة الأرتبورد بالفوتوشوب وخلوني يعرف رأيكم بالتعليقات هل استفدتوا من الشرح A ولا نعم سلام